على جانب آخر من ضمن الهموم الكبتية اندلعت حريك في أحد الأدوار التابعة لكنيسة العذرة بعزبة النخل ودي بسموها كنيسة كبيرة لأن فيه كنيستين واحدة باسم العذرة وبابا كرولوس واحدة باسم العذرة ومارمينة بعزبة النخل لكن حدثت هذه الواقع أو الحريك في كنيسة العذرة الكبيرة وكان الحريك على حسب ما ذكر لنا أحد أباء الكنيسة بدون أن يظهر على قنوات أن ده كان حجرة خاصة بمدارس الأحد اشتعلت فيها النيران حتى الآن يقول أنه ماس كهربائي تفحمت الأدوار بالكامل ولم يتبقى منها شيء لكن تمكنت إلى جهزة الدفاع المدني من السيطرة على الحريك ولم يتعدى أو لم يتجاوز الطابق الثامن بأي شكل يعني لا يوجد أضرار في الطابق الأخرى أو في المحتوى أو مبنى الكنيسة نفسه حيث كان هذا أيضا يوم السلساء وكان يوم صعب واضح أن يوم الثلاث دوت حدث بالدور الثامن بكنيسة العذرة ماريام عزبة الناخ لمحافظة القليوبية انتقلت سيارة الأطفال لسيطرة على النيران وكشفت المعينة الأولية أنا سبب الحريك ماس كهربائي أنا برضو الحال الوقت بسأل هو ليه ماس كهربائي بيخش كنايس ومباني كنايس بس كل الحوادث اللي فاتت حتى الحريق اللي حصل لو فاكرين من شهرين في كنيسة العمرانية وشفنا النار بدأت تولع من سطح الكنيسة ثم خدت المبنى كله وقاتت على كل أدوار الكنيسة الأربعة وقال لك برضو ماس كهربائي وان ازاي بالصوت والصورة والفيديوهات الصور معضحة ان فيه القاء شع لنارية فوق أسطح الكنيسة ومع ذلك قال لك برضو ماس كهربائي وسطح الكنيسة بشهادة شهود ما كانش فيه أي أجهزة كهربائية وده مش طبيعي ان سطح الكنيسة أساني يكون فيه أجهزة كهربائية لكن ماس كهربائي خد الكنيسة دي بكنيسة دي بكنيسة لدينا الكنيس كتير جدا تم حركها وانتعلق الشماء على ماس كهربائي عموما انتدب معمل جنائي لمعاينة حريك الكنيسة وامرت نيابة المرج بانتداب هذا المعمل الجنائي برضو في نفس اليوم اللي هو يوم الثلاثة اللي فات يوم الواقعة وكلفت المباحث الجنائية سرعة إجراءة تحريات حول الواقعة التي أكدت انها لم تأتي بخسائر بشرية مطلقا كانت غرفة عمليات شرطة الناجدك تلقت بلاغا بنشوب الحريق وتم دفع بسيرات وأخماد الحريق نشكر ربنا انه ما فيش أي إصابات لكن عايزين نعرف حكاية الماس كهربائي ولا الماس كهربائي عنده خلل عقلي فما بيصابش غير الكنيسة الله أعلم